احنا امام اكبر المشاكل اللي كتعانيها المدينة بصفة عامة وحين نصر بصفة خاصة هي ملاعب القرب التابعة او المشيدة من طرف مبادرة الوطنية التنمية البشرية اللي كتحت على مجانية الممارسة قصدة تشجيع الشابة والاطفال على ممارسة الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة من بعد ما تشهدات هذه الملاعب هذه اللي استفشرت بها ساكنة حين نصر خيرا تم توقف دياله الواحد المدة ديالستة اشهر بعد ما كانت نظم فيها واحد دوري ديالكورة القدم اللي ينظموا مجلس العمالة من بعد تغلقات في وجه الشباب الحي من بعد من دوبة ديالشابة والرياضة كترفض انها تسلم هذه الملاعب هذه لمالها من مشاكل ديال الصيانة والتتبوع فالعمالة اضطرت انها تفوضها للمجلس الجماعي عوض انها تفوضها لجمعية الرياضية الناشطة بالحي مما خلف مجموعة من المشاكل داخل الحي من حيث انها تغلقات دوبة وجهة ديالشباب لان المجلس فرض عليهم واحد سومة ديال 90 درم للساعة اللي لا يعقل ان حي اللي كي يعيش لها شاشا انه الاطفال ديالو يخلصوا 90 درماش يلعبوا كورة قدم في الساعة في الوقت لانها كخصت تكون المجانية اللي كان طالبوا بها من هذا المنبر اه الان الملاعب رأي مغلاقة اللي تخسرت على ميزاني ديال ميزاني ديال 62 مليون سنتيم كيفاش انا دفلوس هديك تخسر باطل لي ما كيستفدوش منه ولاد الشاب في حين ان المجلس الجماعي لي ما خسر حتى شريال على هاد الملاعب هدي كيشدها وكيفرد واحد تامن على السكان الحي فهذا امر غير مقبول الان هاي الملاعب مغلاقة لا الشباب كيلعبوا فيها لا الاطفال كيلعبوا فيها في انتظار واحد الحل اللي غادي يرضي جميع الاطراف اه نتواجد الان بحين نصر حين نصر الدوار صحراوى سابقا حين نصر حاليا اه نتواجد في هاد الملاعب لمن المفروض من المفروض انها تكون ملاعب ديال المواكبة الاجتماعية لساكينة دور الصفح اللي هو دوار صحراوى اثناء تنقيل ديالو من هاد المنطقة مع كامل الاسف كما ترون ورائي فالملعب مقفلة والابناء ها هما ها مولدة الحي ها هما الان تدوروا في الزنقاء ملاقين شلوح لهم الملاعب اشنا هي الاسباب؟ الاسباب هو ان تعنت ديال المجلس اولا المصالح المختصة بالمبادرة الوطنية لتنمية البشرية رتطبت خطأا فادحا حينما فوتت الملاعب للجماعة لان الجماعة تما تعلمون فيغلبوا عليها الطابع السياسي ولكن الاندياش فهو طابع مجاني اكثر مما هو مادي مع كامل الاسف هاد الوليدات من عائلة فقيرة ما غيمكنش لهم يؤديوا 8 يال 990 درهم اولا 100 درهم من الساعة ولهذا كان من المفروض على المجلس الجماعي يرعي هاد الوضعية هاد الوليدات لمن المفروض انهم كده يستغلوا هاد الملاعب ويلعبوا فيها اكثر من 33 ملعب بعملة صخيرة التمارة كلها تعاني نفس المشاكل نحن الان امام اشتالية كبرى لماذا هذه الملاعب اذا كنا نبحث عن المواهب ونسقلها والممارسة وتدالي نحاول ما امتن بعد الوليدات من الانحراف فهذا الهدف ما تحققش واللي تحقق مع كامل الاسف هو ان الملاعب صرفت عليها الملايين ولكن الدور ديالها لم تؤديه اقول تداليتها بان هذا الملاعب الان الهدف الاساسي منها هو الممارسة او الممارسة الرياضة وممارسة طورة القادم الان ما هو هدفها اصبحت عبارة على اقفاص اقولها اقفاص فالحديقة اقفاص مغلقة ما يستفد منها حتى شي واحد علاش الله اعلم هذا سؤال تطرح الساكنة وتنحيي تداليت الفائلين الجماويين ديالحين النصر اللي واقفين على هذا الموضوع وتنتمنى من سيد العامل باعتباره رئيس اللجنة الاقليمية للمبادرة يشوف من حال الوليدات هادو ويحلهم الملعب ماشي لنا احنا ولا الوليدي هم ولا دي ولكن الوليدات لنا الوليدات ما عندهم حتى شي دنب فقط بغاو يلعبوا طورة القادم وصلنا للمرحلة اننا بغينا لعبوا طورة القادم ما موفرتوش لنا موفرتوش لنا الفضاءات امامنا احنا ما تنتدبوش الملعب مغلاقة الوليدات ها هما الملعب خصد تحل هذا نداء تنوجهه السيد العامل اتمنى الرسالة لكم توصلات تحياتي لكم ويا بريس نحو اعلام هادف